تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة انطلق السباق الليلي على كأس سموه للعموم 120 كم والسباق التأهلي الدولي والمحلي لمسافة 80 و40 كم وتابع السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد استبلات الخالدية وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وقد أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته لتنظيم السباق الليلي والذي شارك فيه نخبة من فرسان الفريق الملكي والاستبلات المحلية حيث يأتي هذا السباق في ختام الموسم المحلي للقدرة مؤكدا سموه على قوة المنافسة للسباق واستعداد الفرسان وحرصهم للفوز بالمراكز الأولى في ختام الموسم مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية الفريق الملكي لخوض التحدي والمنافسة بقوة على اللقب وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره وشكره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على دعمه لرياضة القدرة مؤكدا أن هذا الدعم يساهم في تطور رياضة القدرة بالمملكة وأن هذا الدعم من الأسباب التي تساهم في نجاح سباقات القدرة وتمييزها وبأن المشاركة الكبيرة من فرسان البحرين في هذه البطولة تؤكد الرغبة لدى الجميع في المنافسة المشروعة لكل الفرسان من أجل الحصول على المراكز المتقدمة في السباق والوقوف على منصة التتويج في البطولة الغالية وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأن البطولة شهدت منافسة قوية في السباق من خلال الاستعدادات الكبيرة لجميع الاستبلات واجتمل السباق على أربعة مراحل لمسافة 120 كم وتأهلي لمسافة 80 و40 كم وتصدر المرحلة الأولى الفارس فهد سليمان من استبل الأصايل ثم الفارس ناصر الاعتيب من استبل النصر للفريق الملكي ثم الفارس أحمد الصالح بالجوادر راجا من استبل الأصايل هذا وقد شارك في السباق أكثر من 80 فارسا وفارسة من الاستبلات المختلفة كما أجري الفحص البيطري قبل انطلاقة السباق صباح الجمعة بإشراف نخبة من الأطباء ترجمة نانسي قنقر